اشتركوا في القناة وهي مقياس الرسم وعرفنا ان مقياس الرسم نسبة بين الطول في الرسم الى الطول الحقيقي وشوفنا التمارين بانواحها الحلقة السابقة امال النهاردة هناخد ايه يا مستر النهاردة هناخد احدى تطبيقات على التناسب برضه وهي التقسيم التناسبي اذا عنوان حلقتنا النهاردة التقسيم التناسبي من اسمه كده شامل كلمتين تقسيم ان احنا هنقسم هنقسم مال هنقسم مساحة من الاراضي هنقسم مبلغ محدد من المال مفيش اي مشكل خالص بس بايه بقى يعني مثلا مش بالنص يعني لو احنا ثلاثة وعندنا مبلغ مش هنقسمه على ثلاثة لا بنسبة وتناسب اسم الدرسنا النهاردة التقسيم التناسبي يبقى التقسيم التناسبي ابناء يا حباي ان احنا نقسم مال او اراضي او ممكن يكون تركها عبارة عن دهب برضه بايه بنسبة وتناسب تعالوا نشوف مع بعض اول مثال اللي وضح لنا معاكم ايه موضوع التقسيم التناسب ده وازاي هنقسم بالنسبة والتناسب اول مثال يلا معايا نسجل بيقول لي تم تقسيم قطعة ارض بناء بين اخوين بنسبة 7 الى 5 مديلك نسبة نسبة كام 7 الى 5 بين ايه بين اخوين فاذا كان نصيب الاول يزيد عن نصيب الثاني بمجدار 80 متر مربع يبقى احنا هنا قسمنا قطعة ارض عايز ثلاث حاجات اوجد مساحة القطعة ونصيب الاول ونصيب الثاني خلي بالكوا ابناء حبائي عنوان حلقتنا تقسيم تناسبي انا هنا مديلك نسبة نسبة بين مين بين نصيب الاول او الاخ الاول الى نصيب الاخ الثاني النسبة كام يا مستر 7 الى 5 وتريد مسألة انا مديلك النسبة انت بتتزيب لي فيها يا مستر انت قلت نسبة ولكن موضوعنا احدى البقات على التناسب طب ايه هو التناسب التناسب هو تساوي نسبتين او اكثر يبقى 7 الى 5 لغد الوقت هي ايه نسبة نبتدي بيها طب ايه النسبة بين ايه ايه قبل من نشيل وراء النسبة بين نصيب الاخ الاول الى نصيب الاخ الثاني يلا شباب نكتب مع بعض يبقى احنا عرفت ان انا عندي نسبة 7 الى 5 يبقى نصيب الاخ الى 5 الى نصيب الاخ الثاني الثاني مستر النسبة كان 7 الى 5 انا قلتلك بقى حاجة مهمة جدا خلي بالك حالات المسألة دي لاما هتدي لك نصيب الاول على طولة تحط تحت الاول لو نقلتلك وانا كان نصيب الاخ الاول 80 متر مربع خلال ده بتاع الاخ الاول احط تحت 80 او كان نصيب الاخ الثاني 80 متر مربع تحط تحت الاخ الثاني او كان مجموحهم هتزود خانة اسماء مجموعة زي ما خدنا قبل كده زي ما خدنا قبل كده في درس النسبة بين ثلاثة واعداد امال ده ايه لا يا مستر بقى خدوا بالكو كويس جدا نقراها انا عايز اعرف ده الثانيين دي بتاعت ايه فاذا كان نصيب الاول يزيد او يبقى يزيد يبقى ده مش بتاع الاخ الاول ولا الاخ الثاني ولا المجموع ولكن بتاع خانة جديدة خالص حضرتك هتزودها اسمه ايه الزيادة طب يا مستر جبتها منين عشان انا قلتلك وكان نصيب الاخ الاول يزيد عن نصيب الاخ الثاني طب الزيادة الزيادة والفرق بنترح طب يلا نطرح وخلي بالكم وانا قلتها بالكده ما تجيش تزود لخانة اسمها الزيادة وديكتب تحتها الثمانين متر مربع لاقي ابنائي زودت الزيادة زودت فرق زودت مجموع لازم انت جيب العلاقة بينهم في النسبة الاول يعني سبعة الى خمسة الزيادة هنطرح سبعة مليس خمسة كام اتنين يبقى انت عندك هنا النسبة بينها سلاسة واعداد نصيب الاخ الاول الا نصيب الاخ الثاني الى الزيادة سبعة الى خمسة الى اتنين لو جبت بقى المسألة هتلاقى عندك تمانين متر مربع هنحطها فين هنحطها تحت الزيادة تمانين اي قبل التمانين كانت نسبة بينها سلاسة واعداد كتبتلي تمانين بقى التناسب ولذلك انا قلتلك احدى تطبيقات على التناسب اللي هو التقسيم التناسب انا بقسمعه قطعة الارض بس بنسبة نسبة كام سبعة الى خمسة بعد كده احبايا بقول له قيمة الجزء قيمة الايه الجزء بقسم دولت تمانين على اتنين يساوي اربعين متر مربع واحد يقول لله يا مستر او انت بتجيب التمييز من اين لان كنت انا بديلك في المسألة ان تمييز التمانين لو جبناها تمييز التمانين يا جماعة بجيبش حاجة من عنده كله في المسألة التمانين كان تمييز ايه متر مربع اذا اي حاجة هتجيبها حضيرك تمييزها متر مربع متر ايه مربع يبقى احنا حلناها بحاجة اسمها قيمة الجزء تمانين على الاتنين اربعين متر مربع يلا نصيب الاخ الاول قيمة الجزء تلعي طلع كام اربعين هتضربها في كام في سبعين اللي هي النسبة بتاع الاخ الاول يبقى اربعين في سبعين بمتين وتمانين ايه متر مربع نصيب الاخ الثاني اربعين في سبعة بمتين وتمانين متر مربع الاخ التاني هنضرب الخامسة اللي هي النسبة بتاع الاخ الثاني فيه اربعين هيدينا متين متر مربع خلي بالك انا ما طلبتش منك نصيب الاخ الاول والاخ الثاني وبس لا ده انا طلبت منك ايه مساحة قطعة الارض ودي حاجة عايزة لك عليها الرياضيات بالذات اقرى المسألة الاول كلها لبعضها عشان ما تنساش النقطة من النقاط طب هنا اقول له بقى مساحة قطعة الارض اجيبها ازاي انت عندك نصيب الاول او ونصيب الاخ الثاني اجمعهم 280 متر مربع زائد 200 متر مربع هيديننا 480 متر ايه متر مربع تاني يا شباب نشوف مع بعض دي بقى انا حلتها استغلت النسبة اللي هو مدهالي اللي هي 7 الى 5 ومزودت خانة اسمها الزيادة عشان بقولك الزيادة اللي هي تطلع في النسبة 2 تحت الزيادة 80 اجيب حاجة اسمها قيمة الجزء 80 على الاتنين فالاربعين اخد قيمة الجزء اللي هو الاربعين ده لتمييزه متر مربع اضربه في النسبة بتاع الاخ الاول اللي هي 7 يبقى 7 فاربعين بمتين وتعمين متر مربع انا اصيب الاخ الثاني الخامسة فاربعين اللي بتاعكمة الجزء بمتين متر مربع هو طلب منك نساحة قطرة الارض كلها اجمع نصيب الاخ الاول زي نصيب الاخ الثاني يدينا 480 متر مربع وسلنا معاكم بقى لخطوة اسمها ايه التأكد من الحل مش نحلها ونمشي لقى عايز اتأكد من الحل اتأكد ازاي ده عندك طرق كتيرة بقى مش انا قلتلك ان نصيب الاخ الاول بيزيد عن نصيب الاخ الثاني بمقدار تمانين اه طب الاخ الاول طلعك كام 180 طب والاخ الثاني 200 لو طرحنا الـ 280 نقص 200 هتلاقي الفرق اللي هو 80 كلام جميل حاجة تانية ممكن تجيب النسبة بين نصيب الاخين 280 الى 200 واتختصرها على الاربعين هيديلك 7 الى 5 انا ما اديلك في المسألة اذا الرياضيات مش انك تحل المسألة وخلاص لا الرياضيات انك تحل المسألة وتأكد من الحل بتاعك صح ولا غلط واحنا خدنا التأكد من الحل ازاي يبقى احنا النهاردة تقسيم تناسبة ترجع تقول لا يا مستر ما فهمناش شوية خلاص اللي بيفهمنا يا جماعة المسائل تعال نشوف سؤالة مسألة تانية ونحلها وعايز اقول لكم حاجة طريقة مذاكرة الرياضيات يعني ازاي تذكر الرياضيات انك تحل مسائل كتير كمان مثال مدرسة ابتدائية تمام عدد تلميذها بالصفوف الاول والثاني والثالث 240 تلميذ كلام جميل يبقى مديني هنا عدد التلميذ مش بتاع كل المدرسة بطاعة الصف الاول والثاني والثالث فاذا كانت النسبة بين عدد تلميذ الصف الاول الى عدد تلميذ الصف الثاني الى عدد تلميذ الصف الثالث كنسبة 5 الى 4 الى 3 ايه الله اشتغل انت معي بقى خلاص انا مديلك نسبة والمستر قال لنا ايه انا مديلك النسبة نبتدي بقى في اول خطوة في الحل اهي 5 الى 4 الى 3 طب دي النسبة بين ايه عدد تلميذ الصف الاول الى عدد تلميذ الصف الثاني الى عدد تلميذ الصف الثالث طب يا مستر لغيت كده احنا تمام ولكن المتين واربعين دي نزعلنا شوية نحطها فين هل هي عدد تلاميذ الصف الأول لا ما قلتلكش وكان عدد تلاميذ المدرسة بالصفوف كلها الأول وثاني وثالث متين واربعين يعني المتين واربعين دي بتعمين الأول والثاني والثالث طب يعني ايه بتاع الأول والثاني والثالث احطها فين يبقى احنا يا مستر لازم نزود خانة جديدة اسمها ايه المجموعة زود خانة اسمها هي ايه المجموعة يلا يا ابنائي انا مدي لك نسبة يبتدي به عدد تلاميذ الصف الأول واحدة اللي هو انا ينفع اكتب الصف الأول على طول اي ينفع طبعا للاختصار الى عدد تلاميذ الصف الثاني الى عدد تلاميذ الصف الصف الثالث النسبة كام؟ خمسة الى اربعة الى تلاتة اخد بالك بقى هنزود خانة يا طرزة اللي فاتيت انقوله زيادة لا خلي بالك ما انا لسا ايالك بقى هتزود خانة اسمها ايه المجموعة طب ليه؟ عشان انا ايالك ان عدد التلاميذ بتاع التلات سوف دولات 240 يبقى نزود خانة اسمها الايه؟ المجموعة اواع تكتب للمتين واربعين اجمع النسبة الاول بتاعك اجمع يلا خمسة زيادة اربعة زيادة تلاتة يدينا اتناشر طب المتين واربعين فين بقى يا شباب؟ تحت المجموعة يا مستن يعني تحت اللي اتناشر كانت نسبة اصبح كده تناسب بساوي نسبة تانية او اكثر عايز بقية الحدود اقوله قيمة الجزء قيمة الجزء دائما بيتحلي المتين واربعين على اللي اتناشر بساوي عشرين ايه؟ التمييز ايه؟ احنا كنا جايين في المسابة اربعين متر مربع طب هنا ايه؟ طب تعالي نرجع نشوف المتين واربعين عشان تقر بس انك متجيبش حاجة من عندك كله موجود في المسالة المتين واربعين كان تميزهم ايه؟ تلميزا المتين واربعين كان تميزهم تلميزا اهي مش انت ي Toda تعريف التميز بتاعك ايه؟ ايه الوالمتين واربعين ايه يا شباب؟ اهي تميزا اي تميز حضراتك هتجيبه في المسالة دي هي طلع تلميزا نشيلي بقى якلا ما نكمل يلا خلي بالك هنقول لك ده يبقى سعب تقيمة الجزء 240 على 12 20 تلميز طب بعد كده عدد تلاميذ الصف الأول أخذ النسبة بتاع الصف الأول اللي هي الخمسة أضربها في قيمة الجزء اللي تلعت يبقى الخمسة في 20 بمئة تلميز تمام عدد تلاميذ الصف الثاني قيمة النسبة بتاع التلاميذ الصف الثاني في قيمة الجزء اللي تطلع في نسبة لغبات تقول لك أضربها في مئة لا في قيمة الجزء معايا في الثلاث صفوف يبقى الأربعة في 20 بـ 80 تلميز عدد تلاميذ الصف الثالث النسبة بتاعه 30 3 في 20 بـ 60 تلميز طيب مصدر يطلع 240 يبقى أنت حالك صح الخطوة ديها شباب بنسميها التأكد من الحل اتأكد من إين؟ اتأكد من حالك زي ما أنتم شايفين موضوع الدرس سهلي جدا خطوة بابتدي بيها باوصل بيها لنهاية المسألة الخطوة اللي بابتدي بيها اللي هي النسبة اللي أنا مدها لك طب كمان مثال ومثال جميل جدا ونشوفه مع بعض يلا يا ابنائي شوف بقى عشان ده هنا في فكرة شوية وزع أحد الآباء مبلغا من المال قدره 225 جنيها بين أبنائه الثلاثة ما هيقول لما يكون نسم على الثلاثة اللي قلت لك وزعهم بالتساوي لو قلت لك وزع 225 بالتساوي على أبنائه الثلاثة خلاص يعني مش محتاج بقى كل اللي إحنا فيه ده ما ما تديش الصف السادس نوديك الصف الثالث في الاسمة هتقسم 225 على إيه؟ على الثلاثة إنه ما نقولت لكش كده لأنا بقى سبب أوزع بنسبة ولذلك اسمه للحلقة إيه؟ تقسيم تاني يا سوبي خد بالك بقى من الحتة اللي أنا حاطي لك في النصرية لغبطك هو وزع 225 جنيا بين أبنائه الثلاثة فكان نصيب الأول ثلث المبلغ وكانت النسبة بين نصيب الثاني ونصيب الثالث وهي 2 إلى 3 أوجد نصيب كل من الأبناء الثلاثة وحي يقول لي بس بقى ما خلاص إحنا عرفنا أول خطوة إيه؟ النسبة اللي أنا مدها لك يبقى الأول إلى الثاني إلى الثالث وهتيجي تبص في النسبة اللي أنا مدها لك هتلاقيها اتنين إلى ثلاثة بس خلاص نخليها الأول والثاني طب والثالث فين؟ طب نخليها الأول والثالث لأ مش هنخليها اعرى مسألتك بدقة شوية وبتركيزة عالي شويتين يلا نشوف مع بعض الأب وزع 225 جنيا على أبنائي الثلاثة فين اللغز بقى؟ اللغزة حاطة لك أليم الخط الأحمراء يبقى وكان نصيب الأول تلت المبلغ هي دي التركيزة اللي موجودة عندك في المسألة إن الأول ده خارج النسبة لا ملوش دعو بالنسبة خالص ده أنا بقول لك كده عشان تدي الأول تعال يا أول اقسم على تلاتة ده نصيبك شكرا ليه؟ لأن النصيب الأول تلت المبلغ خد بالك بقى عشان كده ما تجيش تستغرب لي من دي دي أنا مديلي ده موما تلاتة أبناء مديلي اتنين بس ليه؟ عشان الأول خارج النسبة كنت معروفة نصيبه معروف اقسم على تلاتة هديله فلوسه يعني ايه؟ يعني أول حاجة هتجيبها كده حضرتك نصيب الأول مش لسه إيه من نقسم على تلاتة أقول له كده نصيب الأول ميتين خمسة وعشرين أقسمها على تلاتة وأضربها في تلت ما فيش أي مشاكل خالص هيها هيها عشان نقول لك تلت المبلغ يلا يدينا خمسة وسبعين جنيه برضو واحد يقول لي إيه؟ جنيه من إيه؟ عشان التمييز بتاع الميتين خمسة وعشرين كان جنيه نكتب النسبة بقى؟ لأ نكتب النسبة إزاي؟ ده المبلغ كان ميتين خمسة وعشرين الأول لوحده خد خمسة وسبعين هل المبلغ يفضل زي ما هو؟ لا يا مستر يبقى نجيب الباقي يعني الميتين خمسة وعشرين ده هي هنطرح منها الخمسة وسبعين هيدينا مية وخمسين جنيه آيوة كده يبقى المية وخمسين جنيه ديت اللي هتتوزع بين الإبن الثاني والثالث قدت بالكم خدت بالك إما أنا طلع لك واحد من خارج النسبة وقول لك قيمته معروفة يبقى وكان نصيب الإبن الأول تلت المبلغ خدت المبلغ اللي هو سايبه الأب ده ولا يوزعه الأب ده اللي هو ميتين خمسة وعشرين أسامته على تلاتة أو ضربت في تلت في الأول خالص كده عشان يجيب نصيب مين نصيبها الأول يبقى نصيبها الأول هنا تلعى كيام؟ خمسة وسبعين جنيه مجريش عن نسبة لسه إيه الباقي للتوزيع المبلغ الباقي للاتنين التانيين إيه؟ يبقى نعمل عملية طرح ميتين خمسة وعشرين المبلغ اللي كان اللي هو سايبه الأب نقص خمسة وسبعين نصيب الإبن الأول جدينا مية وخمسة هنا هنقسم بالنسبة بين مين الثاني والثالث الأول لا يبقى الثاني إلى الثالث أو الإبن الثاني إلى الإبن الثالث اتنين إلى تلاتة واضح إن المية وخمسين بتاعهم همما اللي اتنين يعني هنزود خانة اسمها المجموع خمسة نجمع النسبة الأول وهنا مية وخمسين نكمل عدبة خالص أيوة يا مستر قيمة الجزء مية وخمسين على خمسة بيسوي تلاتين إيه؟ جنيه نصيب الثاني الأول ما احنا جبناه يلا اتنين في قيمة الجزء في تلاتين بستين جنيه نصيب الثالث تلاتة اللي هي النسبة في تلاتين اللي هي قيمة الجزء بتسعين جنيه واحد يقول لي بقى تحا نتأكد من الحل يلا نتأكد احنا بنجمع ستين زائل تسعين ايه ده ده مية وخمسين ده الملغة ميتين خمسة وعشرين يبين في حاجة غلط عشان انت جمعت غلط انت جاي تجمع لي نصيب الثاني ونصيب الثالث وعايز تديلك المجموع كل مال في النصيب الأول لا ما يديجي تجمع لازم ان تجمع التلات أبناء ليه؟ علشان الميتين خمسة وعشرين جنيه يعني اللي هما سابولي في المسألة بتاع التلات أبناء طيب يلا نجمع بقى هنا هجمع خمسة وسبعين بتاع الأبن الأول اهي اهي زائد الستين بتاع الابن الثاني زائد التسعين بتاع الابن الثالث اجمع يلا خمسة وسبعين زائد ستين زائد تسعين هيدي لك فعلا ادي لك ميتين خمسة وعشرين يبقى انت حل لك صح خطوط تتأكد من الحل فيه طرق تانية فترة تانية. مش انت طلعت ان نصيبها الثاني والثالث. الثاني والثالث بس. مية وخمسين ايه. ثم تجمع دي التاني والثالث. هتلاقي ستين وتسعين. مجموحهم مية وخمسين ايه. عايز تجيب النسبة بين الثاني والثالث بعد الاختصار دي لك اتنين الى تلاتة. اي طريقة. اي خطوة. هتساعدك او تأكد لك ان انت حلك صح. حلي بيها واحنا ما عندناش اي مشكلة خالص. زي ما انتو عارفين ان الرضيات بتتحلب اكتر من طريقة. اهم حاجة الطريق اللي انت تمشي فيه ما يلغبطكش. يوصلك للنتيجة الصحية. طيب. كمان مسال. كمان مسال. في احدى المدارس. بلغ عدد التلاميذ خمسمية وستين تلميزهم. كمان يا مست? فاذا كان عدد البنات تلاتة على خمسة او تلات اخماس عدد البنين. اذا ما فيهاش نسبة او ايه. اوجد عدد البنين وعدد البنات بالمدرسة. المستر قال لنا شوف النسبة ابتدي بيها. مسألة ما فيهاش نسبة وكأنك نسيت ان النسبة بتكتب في صورتين. صورة الى زي الامثلة اللي فاتت وصورة على. تلاتة على خمسة. دي نسبة. مقدمة نسبة تلاتة تالي نسبة خمسة. الحد الاول في النسبة تلاتة لحد الثاني خمسة. يبقى دي نسبة. يلا نبتدي بيها. يلا نبتدي بيها يا مستر. بس خلي بالك. هي النسبة هنا بين ايه وايه? عدد البنات الى عدد البنين. وزي ما اخدنا ان الترتيب مهم جدا في النسبة. يلا عدد البنات. الى عدد البنين. ما جبتش حاجة من عندي لس. النسبة هو ايه الهالي وده بدأتها. بدأت بيها. تلاتة على خمسة. ما يا مستر ما فيهاش اي مشاكل خالص ان ما نعملها كده. فيش اي مشكلة بالنسبة لك. لان النسبة كده في صورتين. لاما عنا لاما الى. طيب بعد كده خلاص بقى احنا بعرفناها. هنزود خان اسمال المجموع. هنزود خان اسمال ايه? المجموع. عشان انا اقيل لك ان الخمسمية وستين كلهم بتاعز لعدد البنات والبنين. تلميزان اهو. اجبكت بقى خمسمية وستين? لا. هنجمع الاول النسبة. تمانية وانا خمسمية وستين. وصلنا الايه? لقيمة الجزء. وصلنا معكم لقيمة الجزء. يلا قيمة الجزء. كيمة الجزء على طول بنقسم. خمسمية وستين. على تمانية ايسا وسبعين. ايه? تلميزان. تلميزان يا جماعة. لان الخمسمية وستين كانت تلميز. نجيبها عدد مين? عدد البنات. النسبة بتاع عدد البنات اللي هي تلاتة. هنضربها في قيمة الجزء اللي هي تلاتة سبعين. التلاتة سبعين بمتين وعشرة. تلميزان برضو? لا بقى. ما تخرجش مش كل عاجة تلميزان. لانت عايز تجيب عدد الايه? عدد البنات. يبقى متين وعشرة ايه? بنتا. يبقى المدرسة. اللي في مدرسة ديت. عدد التلميز كلهم خمسمية وستين. ولد وبنت. انا جبت عدد البنات بس متين وعشرة. طب عدد البنين. عادي. اخد النسبة بتاع عدد البنين. في قيمة الجزء اللي هي السابعين. تلتمية وخمسين. يا شباب ولد. تلتمية وخمسين ايه? ولد. اذا انت وصلت دلوقتي بالنسبة اللي انت بدأت بيها. وزودت لها خانة اسمها المجموعة عشان نمديلك المجموعة لا فرق ولا زيادة. بعد ما جبت قيمة الجزء ضربت في النسبة بتاع البنات تلعت لك متين وعشرة بنت. وبعد ما جبت قيمة الجزء ضربتها في النسبة بتاع البنين تلعت لك تلتمية وخمسين ولد. نقص لك حاجة واعملوها. اعملها في نمتحان. خطوة التأكد منين من الحل. اتأكد من الحل ازاي تعني اجمع. وعلى فكرة خطوات كتير اوي تأكد منها من الحل. طب انا اقل لك ان البنات متين وعشرة والبنين تلتمية وخمسين. لو جمعت انت بقى التلتمية وعشرة. متين وعشرة زي تلتمية وخمسين هيدوني كام? اهي. هيدوني خمسمية وستين اللي هو عادة تلميز بتاع المدرسة كلها. طب يا مستر انا مش عايز اعمل كب. ملاي استعمل. انا عايز اجيب النسبة بينهم. يعني عايز اجيب متين وعشرة على تلتمية وخمسين. مفيش اي مشاكل خالص. اهي تلتمية متين وعشرة. البنات الاول الى تلتمية وخمسين نسبة عادية خالص جدا. اختصارها نقسم على عشرة. يبقى واحد وعشرين الى خمسة وتلاتين. اقسم على السبعة يدي لك تلاتة الى خمسة. اهي. شايفين فينا يا شباب? اهي. اي طريقة تتأكد بيها من حلك اذا كان صح ولا غلط. يبقى موضوع حلائتنا ايه? زي ما انتم شايفين. لانا بقسم. لاما اراضي لاما عدد التلاميذ لاما مبلغ من المال بس بنقسمه بايه? بنسبة. يبقى موضوع حلقتنا في منها بعد شرح كم مسألة? ايوة تقسيم تناسبين. ابتدي بالنسبة اللي انا مدها لك. واسأل نفسك سؤال. الرقم التالي اللي انا مدهه لك ده? بتاع مين فيهم? ما هو لو بتاع الاول احط تحت الاول? لو بتاع الثاني احط تحت الثاني? طب لو زيادة? لأ هنزود خانة اسمها الزيادة ونطرح. طب لو فارك هنزود خانة اسمها الفارك وبرضه هنطرح. طب لو مجموعة. هنزود خانة اسمها المجموعة. وهنجمع. وبعد كده بنجيب ايه? قيمة الجزء. قيمة الجزء بنقسم. كبير على الصغير. بعد كده قيمة الجزء اللي طالع معاك اضربه في النسبة بتاع الاول هيدي لك نصيب الاول. اضربه في النسبة قيمة الجزء في الثاني هيدي لك نصيب الثاني. اضربه في النسبة بتاع الثالث هيدي لك نصيب الثالث. واقوع تنسى خطوة التأكد من الحل. اتاكد من حلك. مش في انت حلت صح ولا غلط. ما تحلش وخلاص. لا اجمع او اطرح وشوف الفرق اللي عندنا ايه. ونوصل معاكم النهار دلوقتي لنهاية حلقتنا التقسيم التناسوبي. هنطلع فاصل ابناء يا حبا ونرجع للصف الاول الاعدادي.